كنز الأولاني ما تحاولش تحسبه ألا وهو لو صليت أو صليت ودفنت ترجع في ميزان حسنتك يوم اليام جبلين قد جبل أحد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الجنازة ولم يتبعها رجع بقيراط من الثواب ومن صلى الجنازة ثم تبعها حتى تدفن رجع بقيراطين قلنا وما القيراط قال أصغرهما مثل جبل أحد الله صواحت سيرتش على جبل أحد القطر بتاعه 21 كيلو ارتفاعه 1077 متر تمدرك ده لما يتحط في ميزان حسنتك يوم اليامة هيطير قدامه كام سنة من عمرك من السيئات والكبائر حتى عملت أنت إيه في حياتك عشان لما يتحط كده السيئات وربنا قال إن الحسنات يذهبنا السيئات فتشوف في الميزان عشان مرة صلت جنازة مرة حضرت دفنة جبالين قد أحد يتحطوا في كافة الميزان وشوف بقى هيطير قد إيه من سيئاتك البني آدم في لحظة الوفاة وفي لحظة الدفنة بيبقى مترقب جدا لمصيره وإيه اللي هيحصله لما يخش قبره محتاجك تونسه وكذلك أنت يوم ما تتحط أعمالك سيئاتك وحسنتك في الميزان أنت برضو مترقب هتتردلك زي ما جيت على نفسك ووقتك وعلى مشاعرك وبمنتهى الحب والإقبال أعدت بعد صلاة الجمعة صليت الجنازة ولا مشيت وراء قريبك ولا صاحبك كلمات عشان تحضر الدفنة بتاعته وتونسه الله يونسك بالمشهد ده مشهد الجبلين الثقال اللي هيطحط يوم القيامة في ميزانك إذا قام الناس لرب العالم